الكورة حياتنا لأنه الأمل الأخير لأنه الرمق الأخير لأنها عنق الزجاجة بالنسبة لهذا اللقاء بالنسبة له الطرفين سواء المصري اللي يسعى له مركز الوصافة أو حياتنا إلى وطارة ما فيش تسلل يلعبها فين وطارة خلص يا وطارة والكورة عرضية من الوطارة ورسيد بنسيقول الله 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 آل ستيد بنسي يسجل هدف التعادل برسية ورسيد بنسيقول داخل التمامتاشر يعني داخل المنطية الجزاء شوف 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 يوسف وطارة لعبها ارتقى أعلى اللعبين ويحطها ويكتفي أيضا حارس المرمى مصطفح طيبة بمتابعتها ومناظرتها وأيضا ملاحقتها له إذن التعادل واحد واحد ليه آل ستيد بنسيقول ناركنية للمصر أحمد شكرا لعادة في تنفيذ الكرات الثابتة ملعوب رأسية قول 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 محمد محمد حمدي محمد حمدي أتى باللي كان صعب على لعب خط الهقوم أتى باللي كان صعب شوف 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 حمدي 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 من من رأسية خالد رضا أم حمدي خلينا نشوف الإعادة خلينا نشوف الإعادة لا هي رأسية رضا هي رأسية رضا خالد رضا يأتي بهدف بنيران صديقة في هذه اللحظات يتقدم النادي المصري هو نفس سيناريو لقاء الذهاب هو نفس السيناريو لقاء الذهاب في شهر ديسمبر